يسعى الجيش السوري للتقدم على المحور الجنوبي الشرقي من مدينة درعا السورية وقطع الطريق الذي يربطها بالحدود الأردنية جنوبا وذلك وفقا لما فادت به وكالة الأنباء السورية رسمية سانا وتسيطر فصائل المعارضة بشكل رئيسي على القسم الجنوبي من المدينة فيما يتواجد الجيش في شمالها في التاسع عشر من حزيران الجاري بدأ الجيش السوري عملياته العسكرية في محافظة درعا انطلاقا من ريفها الشرقي حيث وصل الجيش اليوم إلى مدينة درعا وريفها الغربي الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتي بصر الحرير وملاحة العطش التي كانت جبهة النصرة تسيطر عليهما ويواصل التقدم في القطاع الجنوبي الشرقي من المدينة بهدف قطع طرق وخطوط إمداد الفصائل المعارضة من الريف الشرقي إلى درع البلد ومنطقة طريق السد ودرع البلد باتجاه الحدود الأردنية المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ثلاثة مستشفيات خرجت من الخدمة في ريف درعا جراء الغارات التي تشنها الطائرات الحربية السورية والروسية على مناطق سيطرة المعارضة في المحافظة إذن معركة جديدة في سوريا يسعى الجيش السوري فيها إلى استعادة السيطرة على الجنوب الاستراتيجي نظرا لقربه من العاصمة دمشق والحدود مع الأردن والاحتلال فيما تسعى المعارضة إلى إبقاء السيطرة على هذه المنطقة بعد خساراتها المتوالية لعدة مناطق وتشارذمها في الميدان كما على طاولة المفاوضات السياسية ترجمة نانسي قنقر